ياي ياي موريطانيا تسجل هدف الاول ما اكثرش من هك منتخب عربي هالنيوه والجزائر ربي معه منتخبات عربية اما سيناريو كيتحب نحكيه على بالحق على اللي ديكوفيرت واللي سوربريز موريطانيا موريطانيا تعرف را وصلت ولتلي كيب اللي معناها اه متعظمين اجتماعي عبارة يا كتب دنتي تمر حتى انخلا ماركت الهدف لول ضد بركي نفس ولا اي صدقني معناها وصلنا احنا حتى في تونس كي بش نواجهو موريطانيا اه بش نلعبولها لخاطر نحبو المورال يطلع بش تتعدى تربحها تلاثة واربعة ومبعدة ترمم المعنويات شوف موريطانيا لي ترواماتش فريموة مش تحكي من ناحية البدنية التكتيكية الفنية هنا واحد من ناس بالحق موريطانيا وماتش موريطانيا وانجولا احسن ماتش قلت نحن بركي نوفل على نرجع لكلام خلي يكمل على موريطانيا رياض بعد نرجع لكلام كان سبقه شاهدنا المقاولة المرفيت رغم لي انهزمت شوفنا فريق محترم جدا فريق يلعب في كرة عصرية وفريق يلعب مغير مراكبات يعني مقابلة ممتازة وهو خاصر يعني واحد يشوف انا 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 احكيت قبل الفريق يعطي الجمهور حتى يبدأ خاصر جمهور ويبدأ راضي عليه هذه النقطة يقولنا يعني جواراتنا يلزمهم يلعبوا بالعقلية دي كنعتوا كل ما عنا وخل نخسروا لقدر مثالش يعني نوعا ما فهمها رضا لان الناس لعبت وعطات مما واحد يعني يعطات مردود وبادرت بالهجوم حلنا نحكي على جنوب افريقي هنا جنوب افريقي فريق محترم جدا وشارس يعني وفريق يحذق يعني الكرة العصرية شوفنا في مقابلتين لعب بطريقتين مختلفة يعني ضد مالي لعب بطريقة وضد نميبيا لعب بطريقة يعني ينجمي غير لكل يعني طريقة اللعب متاع وهذه يعني تطلب تاكتيك وقوة ذهنية للملعبية لكن نتيجه ليست منتظمة اي انا نحكي لك اللعب ضد مالي هو ممكن لعب شاو تلول وكان ضي على روح الفوز لانه واتحت له ضربة الجزاء وضيحها ونعرف ونحن الكرة يتعاقب الفريق اللي ما يستغلهاش وكان شوط بشوط الفريق المالي يغير من في الشوط الثاني وتمكن يعني من الانتصار ضد نميبيا لعب بطريقة اخرى يعني ضد مالي لعب الكرات القصيرة والعب الثنائيات وضد نميبيا لعب الكرات التويلة وفي العمق وعنده ملاعبية ممتازين على غرار الظاهير الايمن المتاحهم وعلى الوسط الوسط والهجوم عندهم لعبية يعني محترمين جدا وعندهم يعني مهارات عالية اللي بشتقلقنا وعندنا معهم شانس اللي نجموا إذا كاننا نحظقوا كيفاش نوصلوا يعني الديفونس امتاحها برونابل نجموا يعني انفاجأهم وإذا كان نلعبوا بالتشكيلة الصحيحة واللاعبين اللي يعني يلزمهم يكونوا موجودين في المقابلة هذا يعني هذا الصعيب يعني اختيار الفريق واختيار التشكيلة حسب رأي واضح طارق كمل وبعد بش نقصه شوية تره على جنوب فريقيا حكينا بالقداع عن الملعبية البارح والفريق أما أنا زادا خوفني شوية المدرب لأنه مدرب بقيمة كبيرة برشة المدرب هذا هز خمسة القاب في بلاده وثلاثة بطولة ثلاثة بطولات وزوزكوس وهز خاصة كس فريقيا 2017 مع الكامرون وعمل الفريق ممتاز وقته وكانت بانسون باكو باكار كانت بداية متاعه ووقتها بالقداع اللي نعرفوه توقف الشوية ولا مدرب هذي وشوفناه اليوم كيفش يحكي في الندو الصحفية الصحفية تعرفوا المدرب معناتها يعرف القداع درسنا مليح ويحق علينا ايه 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 هذا اللي خوفني شوية واضح نحب الناس اللي يقبل ماذا يحدث للجزائر انجولا لولا سبع نقاط بوركينا فاسو الثانية موريطانيا الثالثة ثلاثة نقاط الجزائر الرابعة بيزوز نقاط شنو ما صاير للجزائر معناتها ثالث دورة الى حد الان الكورة ما تمشيش معاها ثقتهم كبيرة في بالماضي شكرا لهم ما همش ما همش من نوع اللي يبدلوا ولكن ماذا يحدث للجزائر وليد الحقيقة الى حد الى حد الساعة هذي توق معناها الوريكتوال اكيد كان بش تكمل هكا وتزاير مش بش ترجع في المقابلة مشكون خيبة امال كبيرة معناها تزاير فيها ملعبية يلعبوا في النفو عالي فيها مدرب اللي هو قعد فترة مع المجموعة والمال اللي فات نحكيه عا استابيلتي وعلى الليكيب كيفاش تخلي معناها الكلون فيرتبرال موجودة تولي تعمل نتيج خير والمشكلة اللي طوال الماتش اللي قبلوا وحتى البرمي ماتش حتى فما ملعبية زادة في تزاير ما همش كومبيتيتي في الدرجة اللي بش يكونوا في التوب فوروم معناها بلاي اللي يلعب في تزاير عطال راجع من وليد بالناصر زادة كيف كيف راجع من اسابة اربع خمسة لاعبين مش هيدا مستوى البدني ملي هزت كاسفريقيا الفين وتسعتاش مربحت حتى ماتش في كاسفريقيا لاللي فاتت لي هذي يبا من ناحية النتائجة دوز دورات حتى ماتش مربح حطوه الى حد الان ملي هزت كاسفريقيا تعرف هو اللغز وين اللي اللي كتشوف اللي كيف قال هزت كاسفريقيا شوها كش بديت ترحي ماذا يحدد ثمين في الجزائر الكورة ما هيش اسامي اليوم في الفين واربع وعشرين الكورة هو فريق والفريق هي لعبة متكاملة من عديد العناصر شفنا الاسامي كتشوف انت تزاير على الورق تقول بترشحها حتى مش توصل للنهائي لكن اليوم برهنوا انه الكورة راه وتشوف الفرق المنافسة كيفاش ولا واحد ممكن فرصة كبيرة برشا ولا واحد كان ينتظر في في الريزلتال اليوم ضد فريق موريطاني اللي ممكن حتى كنجيوا نسميوا في العناصر الدقيق ومنافسهم ليه ليه توا ليه نسكول معتا نسكول خايفة نحكي لك فلع الورق حاجة واليوم حقيقة المرعب حاجة حقيقة اخرى شوفنا الناس الكل ولا تقرأ يعني تقرأ حساب المنافسين كل الناس كل خايفة منافسين بتاعها ما عايش تم فريق عنده تاريخ وعنده عرق متاعه لكن هذية باش باش ممكن يعطي درس للفرق اللي خسرت البوزيسيون بتاعها في الافريق غريب انه محرزوا البلالي على البنك اليوم اي 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 بسبب النقد الكبير يتواجه لهم خالت انا الرالي تزاير عنده مشكلة كبيرة على المستوى الدفاعي نذكروا كيفاش خاصرة الترشح الكاس العالم فكل الكفران متاع اخر يميمت بن عيادة نتوى في الترنوى هذي تقبل ومبعض ترجع قبلت لما بوركينا فاس ومبعض رجعت ماش دفات نفس شي تزايد اليوم موري تاني تقبل ما عارفوش مبعض نجم ترجع وليه لكن مدام في كل ما تشتقبل وانتي ضيعة ترشح كاس العالم زادة على على اخطاء دفاعي دونكل هنا بصراحة ساسفواء للمستوى الدفاعي نتاع الفريق هاش جدا وبش تربح معروفة مقولة تلينيه بش تربح حتى الالقاب لازم كو ساعة عندك ديفوز قوي بالماضي ونيقش في الحكم الجزائر والاية تحكيروا بعقلية المؤامرة والصحافة جزائرية تقول مؤامرة من المغرب ضدنا وكذا معتا ولو يحكيوا برشة على نظرية المؤامرة خدموا باحتجاج رسمي بما تشبركي نفاس اي لا احتجاج واضح تره نرجعوا لتونس خلنا بدأوا بالتحكيم الحكم دولي سينيغالي عيسى سي هو اللي بش يدير المباراة ومبعد حكينا عالفار وغيره طارق نعم لو طلع الحكم هيدا وادار لتونس واشنوه كاريرو وهل هو حكم درجة اولى ام درجة ثانية كما حكينا نشوفو ثم نعودو اليكم هذي تلفز تلكان الحكم السينيغالي عيسى سي من موليد 22 جولي 1984 هو حكم دولي منذ سنة 2016 ادار 37 مباراة دولية ومصنف 13 في ترتيب افضل الحكام لسنة 2023 ثالث كيس افريقية لهذا الحكم وكان قد ادار في كان مصر 2019 مقابلة بين جنوب افريقيا وناميبيا وفيت بفوز المنتخب الجنوب الافريقي هدف مقابل سفر وهو الفوز الوحيد للبفانا بفانا في الدورة الاول وتمكن من خلاله من الترشح للدورة الثاني وكان الحكم عيسى سي اعطى اربع اوراق سفر في كان الكامرون 2022 ادار مباراة واحدة ايضا بين السودان وغينيا بيساو وانتهت بالتعادل سفر مقابل سفر واشهر ثلاثة ورقات سفر وفي الدورة هذه ادار مباراة الجزائر وانجولا وفيت ايضا بالتعادل هدف مقابل هدف ومنح خلالها ضرب جزائر المنتخب الانجولي بعد العودة للفار اخر مباراة زفرها للانديا الجنوب الافريقية كانت مباراة نصف نيائي السوبر ليج بين الاهل المصري وسانداوس وانتهت بالتعادل سفر مقابل سفر وكان زفر خلالها ضرب جزائر للاهل المصري اضحها لمعلوم واشهر ورقة حمراء في وجه اللاعب نيدي سانداوس بعد تدخل عنيف الحكم السينيجالي ادار مقابل وحدة للمنتخب التونسي وكان في تصريحات الكان الحالية بين تونس وبوتسوانا بملعب رادس وانتهت بنتيجة 3-0 لمتخبنا الوطن بالنسبة للانديا التونسية الزفر عيساسي زوز مقابلات الاولى بين النجم الساحلي والنادي سفاقسي لحساب الجول الاولى من دور مجموعات كاسفريق سنة 2019 ومؤخرا زفر مباراة الهلال السوداني والتراجل ياضي تونسي بدر السلام بتنزانيا وانتهت بسوز الهلال السوداني ثلاثة اهداف لهدف وزافر خلالها ضربة جزال الهلال السوداني حكم درجة اولى او لا حكم جديد في الساحة لحقيقة معنا 30 سنة ما عندوش كارير كبيرة وراه ولكن المتشوات اللي شدهم كل على قلب السنتين الاخرانين اللي نتفكروا محاسب معنات ما سمعت من حكام موثوقين مستواه الفني جيد فما حديث على الكواليس ولكن نحبش ندخل فيه برشا باعتبار ما عنديش المواطيات كاملة عليه ولكن المهم انه عنا في الفار غدوة ديحان بيدا من موري موريتانيا هو الحكم الول في الفار بمساعدة ديانا من منزانبي ان شاء الله ينصفنا لانه المساعد الثاني لحلو الجزاري ما انصفناش في اللقطة مشكوك فهمتها ضربة جزاري متى عيوسف المساكني الحكم هذي عيسى سي 29 سنة مع انتها بادي كارير وشد في الكوبدافريكا هذي شد ماتش جزار وانجولا واحد واحد نعتقد انه لانظار كل مسلطة ليه باتي برجان دولي من الفين وستاش معطا ولكن ما عملش حاجة ما لعبش ما تشوت كبار فهمت غدو بش يلعب مع انت بشد شدنا كيب ناسونال ما تشربحنا ذلك ان شاء الله غدوة نعودوا مع الثاني ان شاء الله في الفار يكونوا في المستوى هذا هو اهم لانه الحكم السيحة للعينين عليهم حتى الاغلاط متاعوا ما تصورش كون حاجة كبيرة ويلعبوا اسموا في الميزان لكن احنا نخافوا في اللقطات كل فار مرجعهمش كيما الماتش ليفات لك اليوم اللعبة الكبيرة ووليت في الكواليس ما بين المخرجين وحكم الفار هذا ان شاء الله ان شاء الله نتمنى من احنا ساعة نكونوا في المستوى نحطوا الكورة في فيليه من اسحقهمش اما زيدا ان شاء الله في اللي تيجو ماتش مرهون رو في ضربة جزائف في كتوش في الكنية الرايلول الحكم الفارلول هو موريطاني مارفات الحلو كان الثاني كان رايو موش ديسيزيف ما تنسيش حاجة تلعبه ضد منتخب رئيس الكاف اي هذا هو رياضة لاهين بالتحكيم في بلاستها